اوكي يا شباب والله فتح ايه والله فتح يا معلم يا السلام وال والله اطع رهيب ايه اهلي معلم روغر والله حيو والله اطورنا شوف 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 صارت مأحلى هالسيارة هلأ صار اسمه بهبهاني يا اخي ايو الشباب سلام عليكم معكم اخوكم معاز او عاتي كو رجعنا لكم حلقة جديدة من لعبة مون بازو اول شي هي الحلقة من فصلة عن السلسلة الجديدة اللي عم نزلها بالقناة اه هاي الحلقة رح تكون بالسلسلة او بالتخزينة القديمة اللي ساويناها قبل سنة تقريبا فحلقة اليوم هو عبارة عن ريفيو او او مراجعة على التحديث اللي نزل على اللعبة في تحديث نزل على اللعبة كتير رهيب لحد تحديث فقدت لحدي لازم نعمل حلقة جديدة ونشرح عن التحديث اللي نزل طيب اول شي في عنا تحديث هو اسمه عن البهبهاني اوكي متل ما كون شايفين شكله مختلف شوي من قدام صدام مختلف والشبكة الامامة مختلف فضافوا انه مثلا تقدر تعدل على البهبهاني هاد فهلأ رح نستخشف هيك عليه ونشوف الاغراض اللي منقدر نشتريها ونركبها بس قبل ما نروح خلينا هيك نشوف نعمل نشوف الاشياء الجديدة الصغيرة اللي اضافوها بالعادة لما كنا نجي نفتح هذا القراج تبع السيارات نكبس هذا الزر مشان يفتح ويسكي هذا الشي صار قديم اضافوا شي اسمه ريموت هذا الريموت تبع القراج هاد الريموت موجود بقلب السيارة هذا هو متل ما يكون شايفين خلينا نشغل بسنا السيارة نقرب لقدام شوي اوكي بعدين شو بنساوي نكبس هذا الزر الريموت بيسكر الباب وراء لا السلام انا والله كان لازم ينزلوها من زمان هالشي بعدين نفتح الباب ايوه نرجع لوراء فهذا هو الشي الاول الشي الثاني اضافوا انوار خارجية للقراج مثل ما كن شايفين هون في اضواء جديدة فهون حاطين الزر الداخلي او الاضواء الداخلية وفي الزر للاضواء الخارجية وهي كمان كان لازم يضيفوها من زمان لانه كان عندنا مشاكل برا لما يصير الليل فحلو هالاضافة هاي كمان وكمان اضافوا هيك شوية مهمات جديدة مثل ما كن شايفين صار في هيك دفاتر او وراء كتير هون اضافوا مهمات جديدة هون طبعا هاي بتبين عند اللي بيعمل تخزين جديدة فطالع عندي انا مساوى كل شي لانه هاي التخزين مختين معانا وكمان اضافوا هيك تعديل بسيط على البيت انو الباب كان يفتح بس هيك عند هذا المكان فخلو الباب يفتح لاخر شي ونقلو الزر الداخل من هون لهون فهذا كمان الشي كويس لانه كمان لما تفتح الباب واتجي هيك من عند الكرسي بس مشان تطلع وتمرو وذك بس الزر الضو فحلو هيعدلوها شوي طيب والشي الاخير يلي ضافوا في دركسون جديد خلينا ندلكون عليه بس موجود هون ايوه متل ما كن شايفين هذا الدركسون شو فائدته دركسون عادي بس فيه ايرباق او كيس هوا مشان مثلا الحوادث هي بيطلع كيس هوا فهذا الدركسون فيه كيس هوا خليني اخده ماي على البيت مهم انه عرفتوا انه في دركسون في ايرباق طيب نجي للشي المهم والرهيب اللي نزل على اللعبة بناخد البهبهاني لألك ممشي طيب تذكروا في واحد كان اسمه روغر هذا اللي نقدر نشتري عنده اغراض درياضية كان يجي بالفان ويفرط اغراضه جنب الفان ويبيعه اذا لقيت صورة بحطيكم صورته هذا صار عنده محل خاص بتبيع الاغراض ومثل قطعة السيارة البي ام والبهبهاني فخليني نروح نشيك عليه اوكي يا شباب وصلنا هذا هو لكم هذا هو المعلم اسمه روغر المحل هذا هو خليني نشيك عليه مفتوحه لا لسه مفتوحه محطوط هون رقم خليني نتصل على هذا الرقم مع البيت نروح على البيت ونتصل فيه 45890 خليني نشيك على هذا المعلم روغر اوكي مرحبا معلم في قطعة جديدة ولا شو تقريبا نفس القطعة ما تغير شيء نفسهم تقريبا ايه هون ما في شيء كاتبين كمان بالتحديث انه فيه الوان جديدة ايو والله فيه الوان جديدة للبراغي كاتبين فيه الوان جديدة للبراغي حلو هذا اللون جديد هذا طيب نحكي معه محتاج محتاج 4300 معه 4373 على ما اظن راحت الكلام محتاج 5000 فمحتاج هو على ما اظن هو شوية مصاري قال مشان يفتح المحل الهاد هذا محله فخليني احاول اشتري شيء مثلا احتاجه انا لانه هو بس يعني شو عم يساوي عم يحط الغراض هون تمام ويبيعون ويجمع مجمع المحل هذا مشان يشتريه ويفتحه خليني شيء هو محتاج على ما اظن فوق ال800 خليني اشتري شيء غالي بالله ولا هذا الفين 1800 في هذا 1000 اوكي ممكن اشتري 1000 انا عندي هون هدولي بس مشان يفتح المحل يعني في 1300 هذا ما عندي اه هذا ما انظم ما عندي اه هاتولو شوف يلا ايوا ايوا من يوم الثاني الله هو اعلم وين القطع اللي اشتريته ليكا هاتا كنا اخدنا معنا ليو طيب يا شباب رح نرجع له لهذا المعلم بعد يوم تقريبا نروح نعمل نسكيب واحد يوم ونشوف شو بيصير معنا بيفتح المحل ولا لا لازم نستنى اكتر واكتر وقت خليني نشوف يلا قبل ما شو اسمه قبل ما نام خليني يجرب اه اتصل على هذا الرقم اللي شفته اه المحل وعد خمسة 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 تمانية تسعة صفر لا تسعة صفر سوري بوت تس بيلدنج از اولي رنتد اوكي عم يقولوا انه المحل تأجر معناته هدا روغر مأجره يعني ولا مستأجره ممكن مستأجره ولا شاري الله اعلم ما علينا المهم لحنا نشتري الغراض من عنده مشان نعدل البهباني خلينا ننام ولا ما في انرجي في انرجي ياخي بسم الله ياخي رعبتني ياخي تعال تعالنا اخده معنا احسان ما ارولي حالي تعال معلنيم ليو لاق ليو كاميرا واوو اوكي تعال يلا ايو تعال تعال لاق تعال معلنيم ليك وقف هنيك شكله بده بده هيكي نحمس له عراسه تعال يلا اوكي ونروح وحياكل شكله ايو والله رحياكل شرب كمان اوكي جاهز معلنيم خلصت يلا امشي تعال لاق ليو شباك تعال من لك تعال ياخي تعال ركب ايوه السلام عليك اوكي ايو يا شباب خلينا نروح لعند المحل نشوفه فتح ولا لا اوكي اوكي يا شباب والله فتح ايو والله فتح يا معلم يا السلام ليك كمان نسمى المحل روغر على اسمه واقف واقف لاشوف واقف 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 والله شي رهيب شكله في شي جوه نجح لاشوف يا السلام والله والله قطاع رهيب ايه هه ليم عنلم روغر الله حيه والله تطورنا صار عندك محل ايه تحيني نشوف والله المحل رهيب يا شباب والله المحل الرهيب شكله اوكي هذا شكله هذا الطرف الطرف من هون لهون شكله لل للبم شكله البم كمان هون حاطين صدام جديد للبي ام يا السلام شو ريكم نجربو في عندنا اثنين هاد عندي يا في هذا جديد السلام والله اطورنا يا معلم روغر هون في شو اسمه محركين جداد في محرك جديد هون هادا نيو او اي ام هادا يمكننا الستوك على ما اظم هادا البرفورمانس اوكي اوكي والله شي رهيب يا شباب والله شي رهيب هالتحديث هاد شوف هون في القطع هاي اللي كان عنده بالطاولة نفسهم هون في جنوط جديدة واللعب شو هادا لوب والله حلو هادا نجربو على البي ام هون كمان في جنوطها رهيبة هادا هادا حلو والله هادا حلو هادا هون في هون في علعب of road tires هذا شكل هادا هادول للتايرز هادول شكلهم للبهبهاني هلا نشتريهم اوكي هون في عنا سبويلرز من البي ام وهون في اه السلام ايه من الاول هيك يا اخي من الاول هيك كنا نختار او كنا هيك نعمل يطلع لك اللونين ثلاثة بس وخلاص هلا هون فيك تختار اللون يلي بدك ياه وهي مشان الفوتاس وهي الالوان شكل هاي اللون اللمعان وما اللمعان والمت وهون كمبيوتر السيارة وهون العدادات اوكي بنجي عند الشغلات الجديدة هادول الشغلات الجديدة مشان البهبهاني هاي الشغلات مشان تقدر ترفعها اسما ليف سبرينج هاي متل المساعدات هادول يعني فبتختار مثلا الانش كم انش بدك ترفع على السيارة هون فيه 8 انش وهون هامان هدو 8 انش هون فيه 4 انش وهون فيه 12 انش هاي السلام شوف هالدركسيوم احلى قلب هلو هاده كمان هونه كم انش هلون فيه 4 انش هادا استوك عالمعنظم اي هادا استوك وهنا فيه 8 انش بس هون هادول منخفضين هادول هادول دروب وهادول لفت حسنا نشتري لفت معناتها هنا في الديسكات لك شلون مرتبينه الديسكات هدولة والله شي رهيب هنا في العواميد التوازن جديدة هون في عنا سبيسرز او هاي المسافات بين الديسك والدولاب هدولة شاسمه أرقام جديدة 160 130 حلو والله شي حلو حلو هذا الشلف السلام رف مشان قطع هدولة والله حلو هذا حلو كتير هذا منحطه بالقاراج وبيصير هيك عنا زينة يا السلام منقدر جيب الهون السيارة وارفعها ولا هاي منقدر نشتريها والله مدري لا ما منقدر نشتريها غاراج كارليفت بلا منقدر نشتريها ده شكله منحطه عنا بالقاراج ونقدر نرفع السيارة وننزلها ونعدل عليها ياس والله التحديث رهيب هذا شكله جديد هذا شكله بريس كلير كاربون هذا العادي ستوك والله يا معلم روغر والله شي رهيب المحل شي رهيب طيب هاي عملنا استكشاف فيك سريع عن اووو هذول ما شفتون هذول من مشان البهبهاني فرنت بمبر هذا كمان فرنت بمبر كل واحد شكل فرنت بمبر وهذا رير بمبر اوكي حلو شو هود واتا اوكي اوكي ما فيشي ما فيشي ما شفنا شي لحنا طيب هون في عنا سنوركل سنوركل تيوب سنوركل تيوب هذا الشكله يعني فينا هذا يمكن اذا ركبنا على البهبهاني منقدر نمشي بالمي والله شكله شي بيكون شي رهيب هذا الشي خلينا نشتري يالله خلينا نشتري تعالي شوف شو نقدر نشتري وفي عنا هونده هذول كمان هذول منحطه على السقف دي السعرون 1300 1300 1200 معنا معنا مصاري معنا وخمسين الف بكفو طيب اول شي خلينا اشتري هذول السبرينجز اشتري 8 إنش ولا 12 إنش 12 إنش كتير عالي خليني اشتري 8 اوكي قديش الواحد 200 اوكي اشتري لياهون الاربعة اوكي حلو خلينا نحطهم بالبهبهاني اوكي هيا حطينا السبرينجز خليني نشوف شي شي تاني بشتري هذول هذول الراكس with the light safety راكس with the light with the square light وانه هذا around خليني اشتري هذول والله هذول شكل حلوين حاولي اشوف ايبه تركب لا لا ما بدي ركبه هلا بعدين بالبيت بركبه لا لا أخي لا تركبه ايبه اوكي تمام خليني اشتري صدامات في عنا في عنا صدام هاد وفي عنا هذا مع اضواء وهذا بدون اضواء وهنا الخلفي الخلفي ما في غير واحد شايف خليني اشتري طيب اي واحد اشتري صدام امامي هاد ولا هاد محتار بين هاد و هاد طيب هلا انا اضواء عندي اشتريت اضواء جديدة هونه يفوق فخليني اشتري هاد يلا تعال اشوف والله هذا شكله حلو راح يكون مع الاضواء هيك مثل كيج حوالين الاضواء وتعال اشتري هاي سنوكار سنوكال مدهوش اسمه سنوركال سيوم تتركب هون على ما اظن عند الاشتمان هونه اوكي خليني اشتري تايرز الوف رود طيب محتار شو اشتري جنوط جديدة مشان البهبهاني اشتري هاد ولا هاد والله هذا شكله حلو عليها في هاد العادي والله محتار يا شباب خليني اشتري هاد هاد النوع شكله بيكون حلو عليها وكمان خليني اشتري دركسون جديدة مشان البهبهاني شو را كنشتري هاد البني وفي عندنا هاد كمان بس شكله احلى شي هاد البني حيكون عليها حلو في غيره معالين ما عندك غير هادول الخمسة لا والله ما عندين اخي كان لازم تشتري اكتر من هيد المرة الجاي خليني اشتري هاد يالله كمان خليني اشتري براغي سود جديدة خليني اشتري هادول الكوينغ هادول هادول الكوينغ طيب على الاغلب ما عند في شي على الاغلب ما عند في شي يت postponed شجعرا على البيت مشان نركب الاغراض اللي اشتريته ونغير لون البهباني كمان لا 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 اهدا нек koş Lu الكون بدي woven شكله بدي عزبنا�만 هذا الشبك ح Burning best لاد ... دعنا قصير بسلامة هسو صارF√ المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة هناك ممتظوم خانص Prognose امكن النظام ببطء فنبق Tack اعظيت امر certainly وبعد الآن يوقف النutter صارت مثل الدبابة صارت مثل الدبابة بس كأنه رفع يعني جبنا السبرينج عادي كتير شكله والله فين يصغره ما في مشكلين نشغل الأضواء الداخلية ولا خلينا نروح ننام شان يطلع الضو أوكي خلينا نكمل خلصنا السبرينج ليو روح البيت روح البيت يلا خلينا نركب هذا الشبك اوكي حط ليه هون فيه له براغي هون هل تشوف عشرين ميلي ولا كم الله شكله عشرين ميلي اخي ما عندي عشرين ميلي انا كتير ما هالله في عندي هونه في عندي زرق في عندي صفر هذا الصفر يلا ايوا حط ليه هون واحد هون بس اثنين ولا شكله بس اثنين هيك هون ما في هون بتركب شي تاني شكله هون هيك هون في فتحات شكله لشبك تاني شكله اوكي ما علينا هي ركبنا الشبك هاد تبع الأضواء عاطيني الخلفي صدام الخلفي فك هدول ايوا اوكي 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 هيركبنا اوكي هيركبنا الصدام الأمامي والسلام والله صارت رهيبة شكلها رهيبة بعدين في شي تاني في عنا هاي السنوركل ماذا شو اسمها تركب هون ورا يمكن ما بتتركب هاي يا اخي اوه هون ايوه مالا براغي بس هيك شيك لشوف لا الله شكلها مالا براغي ليك شلون ما عم يطلع ولا براغي عاطيني براغي اكبر لشوف ما في لا ما في الى براغي هاي حلو طيب تقريبا خلصنا السيارة بس بقيان للجنوط الجديدة خليني روح على المحل للسوبرماركت مشان نركب الجنوط على الدوليب خليني روح بالبهاني مبهبهاني ليش لا روح بالبي ام لانه هون ما في مكان طفي السيارة اطلل الغراض وارا لاشوف اوكي هي حطيت الغراض والله صارت عالية ما عم بقدر شوف الترنكت شوفيا يلا امشي شغالة مية بالمية طبعا ما فينا نغير نحط هذا الستيرينج ويل ولا مدري هلا منشوف هلا منشوف خليني اخد سبانر معي هون في سبانر ليكو اطلل يا بالسيارة وخلينا ننطلق شغلي اضواء لاشوف بالله اضواء من جوه ايوه يا السلام والله شكله رهيب خلينا نروح البيئة على السوبرماركت مشان نركب الدوليب اشتري ديسكات جديدة وفرامات جديدة للبابهاني وقف العلاق رهيب معليم اجي دق مرة تانية خلينا نشتري ديسكات جديدة وفرامات جديدة كمان اشتري ديسكات جديدة اوكي يلا بسم الله نروح لأ تصفيت السيارة اوكي وصلنا عند السوبرماركت خليني اخد ديسكات جديدة واركبو اه ونضبو جمع بعض يعني اغتل شوف متاع الباب اوه بل ببل سر اوه بلاب الثاني حط التالت حلو الرابع بالمحل الجديد كان في واحدة من هاي ليش ما استخدمتها كان ملاها المشوار هدا اوكي والله شكله رهيب منيحني اشتريت هالجنوط هدولة طيب اوكي جاهزين بس هن محتاجين نفخ فخليني اشتري منفخ عندي منفخ بالقراج بس ما رح اروح مرتين ثلاثة الهنيك مشان منفخ اشتريه هون وخلاص هاطل اشوف وزع الديسكات والفرامات على كل الدولية بمشان ركبه اوكي اعطيني السبنار شو هاد شو ساي هاي نشي كبس تاب امطلع له هالشي هاد والله ما ادري شو هود غريد مود ما ادري فك الدوليب طيب متل ما اكون شايفين صار في عداد بالمية تحت مشان تبين انو البرغ ينفك اخر شي ولا نرص اخر شي هادا شي حلو كمان والله ما يحتسوا اللعبة والله اوكي اسلام خليني فك الدسك هدا فين فين يفكو الدسك ولا لا ايوا فين يفكو ايوا يا اسلام كمان الجسم هادا يا ربي كيلبر فك اللي ياه هدول براغي تعباني خلي اشتري براغ جديدة عندو هادما اي عندو طيب فك هاد طيب فك هاد تمام حطى اللي الدسك الجديد الكيلبر الجديد واصل براغي تبع الكيلبر اوكي بعدين منرجع الدولاب السلام حطى الدولاب الجديد يا معلم اوكي هيركبنا الدولاب طيب خليني فكنا انفخو اوكي انفخ اوكي انا ما اظن هيك 40 اخر شي ممتاز نزل 35 اوكي طيب طيب خلصت الدولاب جد يا الهي طيب اوكي اوكي حطى هدول اغراض كمان ركبت هون براغي تعبانين مثل ما لكم شايفين لانه خلصوا البراغي اللي عندي وهذا ما عند عنده براغي بحط لي الأغراض كله بالسيارة خلينا نرجع البيت يولا خلينا نرجع البيت يا شباب بسم الله السيارة لا يعلو عليها صاري البهبهاني صارت رهيبة خلينا نرجع البيت قبل ما يموت من التعب خلينا نرجع البيت خلينا ننام على السريع صباح الخير يا السلام شوف محلها البهبهاني صارت هاي صار اسمه بهبهاني بس خلينا نشوف في براغي عندي نفس اللون ايوه في خمسة في خمسة ممتازين وهذا المطلوب هذا هو المطلوب خلينا بس فوتها لجوه لانه تعبت من الاسبانار هذا مشتغل فيه خلينا نغير بس هدول البراغي ايوه يا اخي سريع اوكي يا السلام هاي خلصنا السيارة جعبالي غساوية لون احمر شو رأيكون خليه عن لون احمر انا رأيي هذا ما فين يغيره داينا نجرب ايوه والله فين يغيره فين يغير الدركسيون يا السلام وحط لي هذا البني اللي كان معي ايوه حط لي شوف اه السلام ورجيني شوف من جوه اي بس طاق كانو صار صغير الكبير كان هيكي عاطية رهبة طيب خليني غير لونها حط ليها اسود اه اه اكمر عفوا يعني احمرها هات اسنل احمر لشوف حط احمر ميتين بس هيك احمر والله رهيبة هات لشوف حط احمر كبان اوكي والله رأى اللون احمر احلى من ال من الاسود اوكي والله هي رهيبة صارت هيك احلى بس خليني شوف الدوليب فين يغير الدوليبون فين يغير الدوليبون اه لونه عفوا ايو والله فيني حطون اسود ما فيني؟ لا والله شكرا ما فيني هذا فاضي اي هذا فاضي اسود ايوه ان شاء الله يكفي بس هذا هو الحكي اوكي اكتبوا لي يا رأيكم شو شو التعديل هذا الرهيب اكتبوا لي يا رأيكم بالتعليقات اوه هذا فيني يغير اللون تبعوه ولا خليه اسود احلى شوف 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 صارت احلى هالسيارة هلا صار اسمه بهبهاني يا اخي طيب يا شباب على العموم هاي كانت حلقتنا لليوم عدلنا البهبهاني اكتبوا لي بتعليقات شو رأيكم بالتعديل هادو فيني اذا كمان اذا عندكم اي نصيحة اكتبوا لي بالتعليقات مشان نغير فيها وكمان نسي تخبركم شغلة انه في محل تاني نزلوه باللعبة بس انا ما يعني ما ذكرته بالحلقة هاي ان شاء الله بنعمل حلقة تانية ونعمل نشوفه نشوف هالمحل الجديد شو وضعه فبس ورهم بدكم خطصة حلقتنا لليوم يا شباب اتمنى الحلقة عجبتكم لا تنسوا اللايك اتروني من اللايكات يا شباب لحتى هيك ترتفع الحلقة هاي والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كان معكم اخوكم معاز او استيكو والسلام عليكم